مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله إليكم الأحوال الجوية المتوقعة تستمر درجات الحرارة يومي الأحد والاثنين أعلى من معدلاتها ما بين ثلاث إلى خمس درجات مئوية لكن إن شاء الله اعتبارا يوم الثلاثاء تبدأ أو تميل درجات الحرارة إلى الانقفاض التدريجي مع بقاءها يوم الثلاثاء أعلى من المعدل بقليل مشاهدينا فاصل ونواصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المناصير للزيوت والمحروقات قهوة الغزالين قهوة سريعة التحضير شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر يونيغارد للعزل المائي اعزل صح شاي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى الأحوال الجوية المتوقعة يوم الأحد أجواء مستقرة لطيفة في النهار درجات الحرارة على المعدل ما بين ثلاث إلى خمس درجات مئوية معدل عظمى في مدينة عمان في مثل هذا الوقت من السنة هو 14-15 درجة مئوية ومعدل الصغرى هو 6 درجات لكن نتوقع غدا أن تصل درجة الحرارة الأظمى في عمان 18 إلى 19 درجة مئوية أجواء لطيفة نهارا تميل إلى البرودة ليلا العظمى 18-19 والصغرى 9 درجات الاثنين لا تغيير يذكر على الأحوال الجوية استمرار الأجواء المشمسة في النهار واستمرار الأجواء اللطيفة واستمرار وتبقى درجات الحرارة أعلى من المعدلات ما بين ثلاث إلى خمس درجات مئوية العظمى بين 18 إلى 19 درجة مئوية والصغرى بحدود 9 إلى 10 درجات مئوية يوم الثلاثة إن شاء الله بداية الانخفاض التدريجي تنخفض قليلا يوم الثلاثة درجات الحرارة لكن توالي انخفاضها أيام الأربعة والخميس انخفاض قليل على درجات الحرارة ثلاثة تبقى أعلى من المعدل ما بين درجة إلى درجتين العظمى المتوقعة بحدود 16-17 درجة أجواء مشمسة بالنهار أيضا لطيفة وتميل للبرود أو باردة نسبيا ليلا الصغرى المتوقعة 8 درجات مئوية مشاهدين شكرا لمتابعتكم نترككم في أمان الله النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المناصير للزيوت والمحروقات قهوة الغزالين قهوة سريعة التحضير شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر يونيغارد العزل المائي اعزل صح شاهي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري ترجمة نانسي قنقر